السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة بغادي ديوغو سعيدة جدا بلقياكم الوصفة دي اليوم هي غغاتا بالكريب غغاتا مميز كيجي من أرواع وألد ما يكون هاد الكريب ماشي كريب عادي غدي نحضروه بالقصبر ومعد نوس كيعطيه لون أخضر كيما كتشوفو كيشهي وغدي نحضروه كذلك سلسة تماطم بالطون وبشامل بالكريمة بشامل كذلك مميز وكيجي المدق دياله رائع إلا عجباتكم الوصفة ما تنسوش تديروا لايك ولكنتو أول مرة كتزوروا القناة مرحبا بيكم اشتركوا باش توصلوا دائمان بجديد الوصفات نمشيوا دابع المقادر وطريقة تحضير لتحضير الكريب غدي نحتاجوه 250 جرام ديال الدقيق الأبيض أو الفورس شوية ديال الملحة نصف لتر من الحليب جوج حبات ديال البيض جوج معالق كبار ديال زيت عادي وربطات ديال القزبر ومعد النوس أول حاجة غدي ناخدوه القزبر ومعد النوس نقطعوهم ونطحنوهم مع نصف لتر ديال الحليب في خلطكها باقي ونصفيوها كيما كتشوفو وغنضيفو عليه باقي المكونات كلها غدي نضيفو الزيت الملحة الملحة البيض وغدي نخلطو بطراب يداوي نخلطو مزيين ثم نضيفو دقيق الأبيض شوية بشوية وحنا كنخلطو من بعد غدي نطحنو هاد المكونات كلها في خلاط كهربائي ونوضعوها في واحد الإناء ونخلوها ترتاح على ما نوجدو لسوس طومات لتحضير سلسة الطماطم غدي نحتاجو تقريبا ربعات الحبات ديال الطماطم يكون الحجم ديالهم متوسط قزبرو معد نوس مقطعين جوج علب ديال الطون جوج حبات ديال البصلة وتوابي اللي هي ملح ابزار وخرقون بلدي ونس كاس ديال زيت زيتون او زيت عادي غدي ناخدو مقلات نوضعوها فوق النار ونضيفو لها البصلة بعد ما قطعناها قطع صغيرة كيما كتشوفو ونخليوهم يتشحروا مزيان حتى الدبال البصلة من بعد غدي نطحنو الطماطم ونضيفوها انا طحنتها في طحانة يدوية بش بقى محافظة على اللون ديالها الى طحناها في خلاط كهربائي اللون ديالها كيولي ابيض وغنضيفو توابيل والقصبرو مع دنوس غنخلطو مزيان هاد المكونات ونخليوها فوق النار حتى تنشف هاد السلسة تماما ملمة مايبقاش فيها الما نهائيا من بعد غدي نصفي وجوج علب ديال الطون من الزيت وغنضيفوها على السلسة نخلطو ونطفيو النار مباشرة لان الطون ما محتاش انه يطيب وغادي نمشيو نحضرو الكريب ديالنا غادي نحتاجو ميقلات تكون ما تلصقش نوضعوها فوق النار حتى تتسخن وغادي نبدو نوضعو فيها العجين بها الطريقة نحاولو ما نحمروش الكريب ديالنا غادي نوضعوهم على الجيهة اللولى غير ينشف سطح ديال الكريب غادي نقلبوه للجيهة الثانية غادي نخليوه واحد شوية على الجيهة الثانية سوف ينهزوه ما محتاجينش اننا نحمروه لانه مازال غادي طيب في الفران ومحتاجين انه يبقى محافظ على هاد اللون الاخضر غادي نوضعو الكريب على الجيهة اللولى تاواني فقط وغا نقلبوه للجيهة الثانية نخليوه واحد شوية صفي ونهزو الكريب ديالنا غا نستمروه بنفس الطريقة حتى نكملوه العجين اللي عندنا كلوه غادي نخليو الكريب حتي يبرد وغادي ناخدوه جوج ديال الكريب نوضعوه سلسة الطماطم فوق اللولى فوق الكريب اللولى ونوضعو فوقها الكريب تانية ونوضعو كدلك فوقها سلسة الطماطم وغادي نلفوها بهاد الشكل ثم غادي ناخدوه سيكين يكون حاد وغادي نقطعوهم دوائر السمك ديالهم يكون شوية رقيق كيما كتشوف ثم غا نستفوهم في المول ديال الكغاثة نختارو مول ديال الكغاثة اللي يكون كبير غادي نكرروا نفس العملية غادي نوضعو سلسة الطماطم فوق الكريب اللولى نحطو فوقها الكريب تانية ونحطو فوقها كدلك سلسة الطماطم والطن ونلفوهم بهاد الشكل ثم نقطعوهم دوائر بهاد طريق نستفوهم في قالب ديال الكغاثة اللي يكون كبير باش يهزلينا الكيمية كلها غادي يكونوا على هاد الشكل ونخليوهم جانبا ومشيو نحضروه لاصوس بشامل غادي نحتاجون معلقة كبيرة عامرة ديال الدقيق الابيض معلقة كبيرة ديال الزبدة ربع ليتر ديال الحليب وعلبة ديال القشدة الطريا الوزن ديالها ميتين جرام غادي ناخدو كاسرونان وضعوها فوق النار وندوبو في هاي الزبدة ديالنا بعد ما ندوب الزبدة غادي نضيفو المعلقة ديال الطحين فورس ونخلطو مزيان نخليوها واحد شوية فوق النار واحنا كنخلطو ثم غادي نضيفو الحليب يكون بارد ونخلطو بطراب يدوي باش ما يتعجنش لنا طحين غادي نضيفو شوية ديال ملحة وشوية ديال فلفل اسود وغادي نخليو هاد الخليط فوق النار حتي يتقل من بعد غادي نضيفو لها القشدة الطريا ونخلطو ثم نطفيو النار وغادي نكبو هاد السلسة ديال البشاميل فوق القغاتان ديالنا غادي نحاولو نوزعوها فوق القلب كلو وندخلوها الفران يكون سخون من قبل حتي يتحمر لنا القغاتان من الوجه ديالو ثم غادي نخرجوه ونرشو فوق الجوب نمحكوك ونرجعوه للفران يكون طافي غير يدوب الجوب نو نخرجوه ونقدموه بصحة وراحة هدا هو الشكل النهائي ديال طبق ديال اليوم كنتمنى انو يعجبكم وتجربوه شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة